الورشة التي نظمتها الكلية الإنجلية حول أن ترجمت بعض الكتب الإنجلية إلى اللهجات المحلية أنهت هذه الورشة عمالها مساء أمس بإحدى الكنائس بحي ديغانغالي بالدائرة التاسعة بحضور القساويسة وأتباع الديانة المسيحية محمود مسلفيل في إطار أعمال الورشة التي ينظمها أتباع الديانة المسيحية بشقيها الكاثوليكية والبروتستانية تجيء هذه الورشة الخاصة التي نظمت من قبل كلية تيولوجيك المسيحية للسلام وذلك بغرض ترجمة الكتب الإنجلية باللهجات المحلية من أجل نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد إلى جانب فهم الحياة الاجتماعية للأفراد في المجتمع وعن الهدف من تنظيم هذه الورشة أجاب المنسق الإقليم لترجمة الكتب الإنجلية بمدينة مونغو بقوله هذا ونعيد للأذهان فإن هذه الورشة شارك فيها العديد من الأثاقفة وعدد من مسيلي مختلف القناة الإنجلية بأقاليم البلاد فضلا عن طلاب الكلية الإنجلية بالعاصمة أن جمينها